استكمالا للمقاطعة الشاملة للنظام الإيراني أصدر بنك السودان المركزي قرارا حضر بموجبه على المصارف السودانية التعامل المصرفي مع المصارف الإيرانية قرار أتى التزاما بالحضر الاقتصادي الأمريكي على إيران طبعا السودان كان من قبل قد قطع كل صلاته الدبلوماسية مع إيران وبالتالي لم تعد هناك أي علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات تجارية وحتى علاقات عسكرية وإنما هذا يأتي كإجراءة تحوطي ومن الواضح تماما أن إيران تعبس في أمن المنطقة ومن الواضح تماما أن إيران هي وراء كل الحالات عدم الاستقرار التي قد ضربت العراق وتضرب سوريا وتضرب لبنان وكذلك تضرب دول الخليج وتضرب البحرين وكذلك حالة عدم الاستقرار الكبير التي تضرب اليمن منذ قطع العلاقات بين السودان وإيران توقفت الأنشطة الثنائية في جميع المجالات لتأتي خطوة تقنين حضر التعامل المصرفي مع المصارف الإيرانية لتأكيد التزام الحكومة السودانية بالقرارات الدولية وتبيان تلاحمها مع دول المنطقة والإقليم في مواجهة المهددات هي حقيقة خطوة قوية جدا جدا بالرغم أنه من قبل الفترة تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بين الحكومة السودانية وإيران لكن هذه الخطوة تعتبر من أقوى الخطوات العملية بأن يصدر قرار وتوجيه رسمي بعدم التعامل مع البنوك الإيرانية أو كل المصارف الإيرانية وهذا يتشق مع خطوات الحكومة السودانية الحالية المتمثلة في اتجاه تطبيع الحلاقات مع أمريكا والولايات المتحدة لأن هذا امتسانا لقرارات الدولية والأمريكية في مقاطعة إيران قرار بنك السودان المركزي بحضر التعامل المصرفي مع المصارف الإيرانية وسع دائرة العزلاء للنظام الإيراني التي تسبب فيها نتيجة ممارساته المرتبطة بالإرهاب ممارسات تضررت منها العديد من الدول وأثرت سلبا على الأمن والسلم الدوليين حضر التعامل المصرفي مع المصارف الإيرانية خطوة لقطع الطريقة أمام أي تعاون اقتصادي مباشر وغير مباشر مع النظام الإيراني كما أنها تعزز مساعي السودان للخروج عن القائمة الأمريكية للدول الرائية للإرهاب لواي عبد الرحمن الإخبارية الخرطوم